انا شخصيا عشان افتكر الخواص بتعتلق قطاعات الاندر وبالنس دول اوفر لحظة الانهيار ما بعودش احفظ كل الكلام ده انا بافتكر شكل معين فكين قلنا الستريم بتاع الخرصانة في التلات قطاعات لحظة الانهيار رايبقى بكام تلاتة من الف دي هنحفظها طب بالنسبة للحديد انا بافتكرها دايما من شكل ستريسترين كيرف الحديد في التنشن في الاندر انفورت سيكشن هتلاقي دايما النقطة عندنا موجودة الخط الافخي فكعة الخط الافخي ده معناه ايه ان الحديد اكبر من بالنسبة فكين قلنا البالانس عندنا هتبقى عند نقطة تقاطع الخطين بالزبط وطبعا دي نقطة نظرية يعني صعب قوي تصادف الحياة ان الخرصانة بتنهار يبقى الحديد بالزبط عند النقطة دي لكن عموما عند النقطة دي الحديد بكام بالف فكين قلنا اللي هو الحديد قبل الخرصانة ما يتبتدي تتمط القطاع الافخي فكين قلنا هتلاقي النقطة عندنا موجودة على الخط الميل يعني معناه صح استرس الحديد اظهر مليلد وكمان استرين الحديد اقل مليلد طب فاكر الابس لليلد اصلا كب كام اللي احنا بنحسبه هنا فكين قلنا قبل كده الابس لليلد هتساوي ايه هتساوي الاف فيلد على اثنين في عشر قصة خمسة وانت كده كده طبعا هتبع عارف الاف فيلد بكام فسهل اقوى تحسب الابس لليلد وممكن اسهل لنا نحفظها ازاي على طول من شكل استرس ترين كيرف بتاع الحديد عند النقطة دي بالظبط اللي هي نقطة الليلد انت عارف ان استرس الحديد بالاف فيلد وده من الابس لنقصب كام بالابس لليلد عايزك تحفظ بقى ان دائما في القطاعات الاندر هتبقى موجودة عند الخط الافقي يعني اي نقطة واقع على الخط الافقي القطاع بتاعنا ساعتبر اندر انفورس سكشن بالنسبة لنقطة التخاطع فاكر دي بتاع的 الخط المايل هيبقى بتاع الافورانفورس سكشن ده كده اللي عايزك تحفظه من الشكل ده هيبقى سهل عليك قوي تجيب على طول خواس القطاعات الاندر وبالانسته الافر من الشكل اللي قدامنا ده لو تاخد بالك القطاعات ال安در والبالانست هنا موجودة على نفس الخط ففي بينهم حاجة مشتركة وكمان القطاع الافور والبالانست موجودة على نفس الخط فبرضو في بينهم حاجة مشتركة إيه المشترك بين البالانسد والأوفر فاكرين قولنا قبل كده الخط الميل ده المفيد ميله ES حد فاكر المعادلة بتاعة الخط الميل ده كنا منقول إيه دايما إن السترين بيساوي السترس مقسوم على الES اللي هو ب2.10.5 بلك دي معادلة الخط الميل دي بتمفع لأنهي قطاعات الأوفر والبالانسد بس عشان دول موجودين على الخط الميل وفتكر تاني اللي دي هتبقى تركيها بعدين داما إن المعادلة دي اللي هو السترين بيساوي السترس مقسوم على ال2.10.5 بتمفع لأنهي قطاعات أوفر والبالانسد بس ما بتمفعش للأندر طب إيه المشترك عندنا بين الأندر والبالانسد اللي اتنين عندنا موجودين على نفس الخط الأفقي ده معناك إن السترس الحديد عليهم هيبقى كام بالإفيلد إيبقى دائما في الأندر والبالانسد هتلاقي إن الـFS بتساوي الإفيلد